أولا أنا فخورة جدا بكل التطوير اللي حاصل والاهتمام الكبير ولكل بنوتة بقى صغيرا دلوقتي فعلا من حقها أنها تحلم وتنفس حلمها بقى في مبادرات كثير ومشاريع كثير أنها تتعلم من خلالها وتقدر تعبر عن نفسها وتقدر تزود الوعي بتاعها بحيث أنها تكون أولا مفيدة لنفسها مفيدة لأسرتها مفيدة لمجتمعها صحيح الضغوط اللي كانت بتبقى موجودة قبل كده وبعتبرها أنها أكثر كانت ضغوط ثقافية أو ضغوط مجتمعية باتدت بالتحركات الكثيرة اللي بتحصل من خلال مبادرات الدولة تتشال واحدة واحدة بالراحة الناس باتدت تقدر قيمة الأسرة ككل ودور البنت وأهمية تعليمها وأهمية استقلالها المادي تمام دكتور لو هنتكلم خلال التسع سنوات اللي فاتوا لأن أنا من وجهة نظري شايف أن التسع سنوات دي هي سنوات ذهبية للمرأة المصرية في مصر تحديدا شايف وضع المرأة المصرية في مصر كان فين ما قبل التسع سنوات والنهاردة أصبح موجود فين من خلال تمكين ومن خلال مبادرات يمكن اشتغل عليها كتير من الجهات بالتنصيق مع المجلس القومي للمرأة وشوفناها حقيقة على أرض الواقع طبعا هو ما فيش مقارنة يعني اللي كان قبل غير بالوقت اللي حصل لأنه كمان المبادرات أو الجهود اللي هي مبزولة على الأرض ما بقتش بس متمركزة في محافظات بعينها نحن في مصر في جمهورية مصر العربية كلها وما بقى ناس ملتنين بمجال واحد أو بمعنى أصح لما تقوم قضية معينة أو تقوم مشكلة معينة كل التركيز عليها لكن استراتيجية المرأة دي هكذا محور وشايفين دعم المرأة في أكتر من قطاع مش قطاع واحد بس بالذات لأنه ما بقاش بس مجرد أنه التشريعات أو التوعية بالعنف اللي احنا بقى فيه مش دلوقتي يعني بقى نكذا سانا بنتسلم على التمكين الاقتصادي بنتسلم على التمكين السياسي للمرأة بنتسلم على أمانها الاجتماعي بنشتغل على تطوير وعي المجتمع والمرأة نفسها من خلال حمالات كثير فالاختلاف كبير وإحنا حتى شايفينه ده من خلال حضراتهم من خلال إعلامنا من خلال الدراما والأفلام فالجروض دي بقت منعكسها بشكل كبير جدا والناس حتى بقى يعني بقيت بشوف أن الستات والبنات بقى عندهم صبل حتى لو مش عارفين حقوقهم أو مش عارفين الطريق بقى في طرق معلومة نفكر دلوقتي يا دكتور في مبادرات دعم وتمكين للرجل نتكبرش الموضوع نتكبرش الموضوع يعني طب دكتوري خلينا نقول أن عدنا سنين المبادرات دايماً بتبقى منحصرة في المرأة الريفية أو الفتاة الريفية وبتبقى المبادرات كلها قائمة على مجرد تحسين أوضاعهم في التعليم لكن إحنا مؤخراً عندنا المظلة بقت أشمل وأكبر وبتشمل جميع الفتيات على المستوى مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية وكمان التعليمية وأعتقد ده ما كانش موجود في فترة سابقة لا اللي أنا عاوز أقوله لك أنه مش بس أنه كان قبل كده التركيز على المرأة الريفية أو قبل أن كان التركيز على المرأة عموماً لكن دلوقتي بقى فيه غوث أكثر أو تعميق أكثر للمشاكل اللي إحنا عاوزين نشتغل عليها يعني في المبادرات كتير مش بس بنتكلم على الشمول المالي أو التمكين الاقتصادي أو اقتراض مشاريع صغيرة للمرأة الريفية لكن كمان بقى فيه توعية مكلمين يا دكتور كده سريعاً عن مبادرة زي تمكين الفتيات دوي 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 هي مبادرة لتمكين الفتيات هدفها وده من أجمل الحاجات الحياة اللي حصلت أنه البنت تتعلم إزاي أنها تعبر عن مشاعرها والمجتمع يسمعها من خلال دوائر حدث حصلت في محافظات كتير جداً في مصر منها السهاد واللقصر وأسوان والمينيا والعريش وكمان بتتعلم من خلالها مهارات مهارات زي مثلاً التعليم الرقمي وإزاي تصنع الإنترنت بشكل آمن وإزاي تصنع محتوى على الإنترنت فالدوي قد جزء مختلف شوية عن مجرد التعليم أو الاتمام بالتعليم لكن الاتمام بالصحة النفسية وإنها تقدر تعبر عن مشاعرها وتتسلم إزاي وتوصل إليه حتى بي إزاي من خلال أنها تبقى عندها الجرأة أنها تحكي فمن هنا جاءت فكرة الدوي نعم